اشتركوا في القناة واصل اجتماعي للعب المصري محمد صلاح عمل حالة كبيرة من الجدل بين الجماهير وظهر محمد صلاح في الفيديو من اجازه صيفية اللي بيقضيها في اليونان لكن ايه الغريب اللي في الفيديو واللي عمل حالة الجدل دي ظهر محمد صلاح وهو بيرقص مع الفنان احمد سعد على كزا اغنية من اغانيه وكان معهم احمد حسن كوكا مهاجم الفرعنة وفريق الانيسبوريك تركي ومجموعة كبيرة من المشاهير كانوا موجودين في المنتجع غنى احمد سعد اغنية وسع وسع ويتفاعل محمد صلاح معاها بشكل كبير وكمان كان بيرددها وبعدين غنى اغنية ايه اليوم الحلو ده وبدأوا يغنوا يرقصوا مع بعض ومع كل الحاضرين وكان بيين جدا ان محمد صلاح حابب الكم اغنية دول وحافظهم وبيتفاعل معهم ومن الجدير بالذكر ان محمد صلاح واحمد سعد وكمان محمد رمضان كانوا بيقضوا اجازتهم الصيفية في اليونان في نفس المكان وهو ميكو ناس ودبان لما نازل محمد رمضان صورتين ليه مع محمد صلاح على شاطئ البحر بنفس اللبس اللي كان صلاح لابسه في الفيديو لرأس فيه مع احمد سعد وده معناه انه متقابله في نفس اليوم وعلق رمضان على الفيديو قال وواحدة من الصور اللي شاركة محمد رمضان شاركة محمد صلاح على الستوري على صفحته على انستجرام ونقل محمد صلاح اجواء الاستجمام اللي كان بيقضيها في اليونان على شاطئ البحر وده عن طريق انه نشر اكتر من صورة ليه لوحده وهو بيستمتع بمية البحر من خلال السباحة او من خلال الاستمتاع بأشعة الشمس وعلى قد ما الفيديو كان مبهج وفي فرحة وسعادة وما فيش مانع للانسان انه يعبر عن انبساطه باي شكل طالما ما بيدرش غيره الا ان التعليقات كانت في معظمها هجومية على محمد صلاح وكانت كلها استغراب للي بيعمله وكتير بدأوا يلموه على تصرفه وسلوكه في الفيديو على الرغم من كون الفيديو جميل ومبهج وما فيهوش اي نوع من انواع التجاوز اما بالنسبة لأحمد صعد فكان ليه ازمة مؤخرا بسبب تصرفه مع منظمة الحفلة التونسية في حفله الاخير في مدينة بنزرتف تونس واللي قال لها فيه اسكوتينتي وده وعري كواليس كتير خطأ في تنظيم الحفل واخلال بالعقد ونصوصه وده كله طلع احمد سعد ووضحه في فيديو ليه على صفحته رسمية على فيسبوك ووضح كمان سبب تبادل الكلام بينه وبين منظمة الحفل لما قالت له انت مش فنان ومستكتر عليه 80 الف دولار اللي غنى بيهم شوية صغيرين ومشي من وجهة نظرها وخاصة مع رفضه انه يعمل مؤتمر صحفي لكن وضح احمد سعد ان ده كله مش موجود في العقد وانها اخلت بالعقد واصرت على انها تعمل مؤتمر صحفي رغم عدم اتفاقهم على كده تعتقدوا محمد صلاح اخطأ في الفيديو باي شكل ولو لأ طب ليه الهجوم الشديد دعلي شاركونا الرأي